موسيقى ياهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في أولى فقراتنا من الرياض جواهر العنزي طالبة في كلية التقنية أرادت الخروج عن النمط التقليدي لذلك لم تنتظر التخرج للحصول على الوظيفة بل أرادت الاستفادة من موهبتها في إعداد الحلويات الشرقية والغربية وأيضا المقبلات والأكلات والارتقاء بهذه الموهبة واستثمارها وتطمح جواهر لإمتلاك مشروع خاص بها دعنا نتعرف على جواهر العنزي ياهلا وسهلا فيك جواهر جواهر يعني أنت ما زلت طالبة أيوة أنا ما زلت طالبة في كلية التقنية في كلية التقنية إذا تعرفيها في الرياض هنا لكن اتجهتي لاستثمار موهبة لديك يعني يمكن في الطبخ والحلويات الشرقية والغربية وأنت تدرسين كيف صارت الفكرة وكيف صار الموضوع شوفي أنا أقول لك أنت يعني إذا في شي تحبينا موهب صعب عليك نهائيا أنك يعني تفرقين بين وقتك وعملك أو دراستك وشغلك ما في شي صعب وهذا شي تحبينا وإذا حبيتي طبيعي بيكون سهل عليك أنك تسوينا فأنا مرة حنتظر والله إني خلاص أخلص دراستي كذا بالعكس أسويدي جدوى الوقت أنظم وقتي وأستفيد من موهبتي ومن شهادتي نفس الوقت يعني يمكن هذا الشيء اللي خلاك تنسقين بين وقتك في العمل وأيضا دراستك أي صحيح طيب يعني من وين نجبت هذه الموهبة؟ الموهبة أنا أول شيء والله الوالد اللي يطولي بعمرها الله يفعل يعليك هي اللي حبت أنها تعلمني وتطور مني عرفتي وشدت عليه شوي لين تعلمت أما الحلويات الجديدة يعني والأشياء الجديدة هذه لا هذه مني أنا عرفتي أحب أني بتكره هواية من داخلي عرفتي أحب أني أذوق الشيء فأجي أطبقها يعني أي كانت الأكلة سواء مالحة أو حلوة أو حلويات؟ جميعا كلها أنا أي شيء أذوق يعني مثل لو رحت مطعم أحب أني أذوق الطبخة فأجي أطبقها في البيت يجيني فضول كيف بتصير؟ إيش الغلطة؟ يعني أنا ما أخفي عليك أني أنا فشلت في طبخات لكني حاولت وحاولت وسويتها الفشل دائما يؤدي للنجاح طيب لي لكي نماذج وأصناف جايبتها ماكينة مشهية لكني بتضر بعد الفقرة وأذوق يعني كلميني عن الأصناف اللي أنت جايبتها ماك جواهر أول شيء أنا من محبين السينيبون صراحة عرفتي في ناس كثير أيضا من محبي السينيبون أكيد من متابعين السينيبون أنا أحب أن نوع فيه يعني ما أحب أن يكون خلاص هنا نكهة تقليدية يعني غيرفو وسكر وبس لا أنا سويت هنا السينيبون في اللوتس والسينيبون في الكاكاو والسينيبون في جوز الهند والسينيبون التقليدي عرفتي؟ طبعا عندك ورق العنب أنا أسويه طبعا إحنا على قراتهم في الحين صرنا في مجتمع كسول ترى عرفتي؟ الوحدة تكون عجازة تطبخ وتسوي فأنا سويت بطريقة سهلة جدا طبعا تناسب كل وحدة ما تكسل طبعا هنا عندك الكبة والكبة من أنواع المقبلات اللي كل يحبها ويحبي أكلها طبعا وجبة خفيفة تعتبر عندك هنا الشيز كيك طبعا الشيز كيك أنا ما أحب أسويه بالجيلاتين وكذا لأنه أحس أنه شوي يعني صعب وبعد غير أنه بعد متعب أنا سوي بطريقة سهلة جدا وأستبدل الوصفات من معقدة إلى وصفات يعني بسيطة جدا الناس العجازة مثل ما قلتي يعني طيب كيف يعني تخلين وصفاتك للناس العجازة أو الناس الاتكالية أو الناس يمكن ما عندها وقت؟ صح معك حق بس أنت إيش حاب أني أقول لك شيء يعني إيش أسهل شيء ممكن أن أعطي لمشاهدين كذا السينيبون السينيبون هم يقولوا أنه مرة صعب وهذا شيء يعني مشكلة يعني السينيبون أنا والسينيبون مثل الدونات في يعني ممكن يكون صعب بالنسبة لبعض الناس بالأكس هو مرة سهل هو مجرد عجينة بسيطة وسهلة وسريعة بعد عرفتي والعجينة يعني كيف تبغي أن أقول لك مكوناتها؟ يعني إذا حابت أعطي سر للمشاهدين أكيد سر عجينتي أنا اللي هي الدرم ويب أنك تحطي ظرف درم ويب مع العجينة العادية تخلي العجينة يعني هشة وكذا عرفتي فهي اللي بتخلي يعني العجينة هش وتعطي نكهة يعني؟ دائما الكريمة يعني اللي هي الخاصة بالحلويات هي اللي تعطي العجينة يعني هشة نوعا ما طب خليل نتكلم عن يعني الإضافات اللي أنت دائم تضيفينها المكونات تضيفينها إيش برادة تحب يتضيفين يعني سواء الأكلات المالحة أو المقبلات أو الحلويات أيضا؟ آتوا قلت لك أني أنا لازم أحب أحد شي مني يعني مستحيل أني أخذ وصفة وروح أطبقها زي ما هي نادرا هذا الشي أنا أحب بالعكس أسوي الوصفة حقتي وأسويها من مخيلتي وأجرب وأفشل وأرجع أسويها ثاني مرة فلازم لمستي الخاصة هذه ضرورية لازم أكيد طبعا لكل إمرأة شاطرة في المطبخ لازم يكون لها لمسة خاصة طبعا طب لو تكلمنا شوي يعني عن الحلويات خاصة الشيز كيك اللي مسويتها أنت قبل اللي أذكرتي لي أنك تنقشين حنة يعني يمكن نقش الحنة محتاج موهبة وزغرفة وأشياء يعني تفاصيل كثيرة لازم تكون واحدة تعرف ترسم صراحة الرسم شي ضروري في النقش طب الرسم يعني ونقش الحنة له علاقة بالحلويات؟ لا 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 في التزيين مثلا؟ يعني الحلويات لها يعني شي خاص فيها والنقش له شي خاص فيه يعني بس أنا الجاني فضول إحنا الحين عندنا هنا الأجانب يعني الأثيوبيو هم ينقشونا لكن تعال لما تجي من المرأة السعودية إنها تنقش هذا بيكون ثقة مجتمعنا ويثقون فيني كنسة بيت تثقنا تدخلني بيتها وتخليني أنقش عرفتك؟ حاولت وحاولت بعد وقلت لك لابد من الفشل بالبداية فشلت ورجعت قمت ثاني مرة مستحيل واحد يطيح ويرجع مع الإصرار أكيد يجب أن يكون يتحقق الطموح طبعا أنا أحب أتكلم عن تشيز كيك لأني بصراحة أحبه شوي أكيد كثير مشاهدينا بعد يحبون تشيز كيك يعني كلمين عنها يعني أنت قلت إنها سهلة تقريبا في المكونات وسهل في الإعداد وللناس العجازة أو الإتكالية تكلميني عنها شوي أنا سويت هنا تشيز كيك اللوتس طيب طبعا هو سهل أنه أنت أول ما تحطين مثلا طبقة البسكوت الكريمة اللي بالنص هي أحيانا يجيك التشيز أما بالفر أو بعرد أنا سويت هنا بعرد على سبيل المثال يعني اللي أنا مسويته أنه أنا حاطة كيري في ناس ما تحط كيري تحط نوع جبن ثاني عرفتي حاطة قشطة حاطة شوي حليب وحاطة شوي حليب مكثف خلاص تخلطيهم مع بعض الوقت الطويل خلطيهم مع بعض الوقت الطويل شوي بس وحطيه وخليه في الثلاجة إلى أربع ساعات خمس ساعات وزيني زي ما أنت جغل يا إجازة تعطين أسرار صراحة للمشاهدين جواهر لكن أنا حابة أعرف كيف سوقتي لنفسك في البداية أنا التسويق في البداية ما كان عام الناس ما كانت تعرف أنا بديتها في مدرسة صراحة عرفتي رحت المدرسة درت مدارس كثير طبعا بس حاولت وحاولت رحت المدرسة وعرفت عليهم فطايري وشغلي فتعاملت معاهم فكانت هذه أول معاملة لي اللي هي المدرسة صراحة أول تجربة لك يعني يمكن هذه بداية التسويق لمنتجاتك يعني البسيطة اللي هي الحلويات الشرقية والمقبلات وأيضا الأكلات طيب يعني حابة أعرف جواهر إيش هي قواعد النجاح بالنسبة لك أنا حسيت يعني إنك فيك طموح وفيك إسرار طبعا إيش تنصحين أي مشاهدة يعني عندها موهبة وعندها مهارة لكن يمكن يتوقف الطموح عندها لبعض اللحظات أيوة أنا حابة أنصح كل وحدة إن الله سبحانه وتعالى هو هبك هالشيء هو اللي أعطاك هالموهبة ليش تخبينها وتدفنينها بالعكس طلعيها وحاولي مو معناها إننا إحنا خلاص سعوديات وكذا وجلسين في بيوتنا ونوقع بالعكس نقدر نطلع ونحاول ونكافح بالعكس ما في شيء صعب علينا بالعكس حاولي حاولي وزي ما قلت لك توقل بداية الفشل ترى نجاح إذا فشلت لتتخافين بالعكس اطلع راح تنجحين بداية مشوار الألف ميل يبدأ بخطو طيب جواهر عندي سؤال أخير إيش مشاريعك المستقبلية بإذن الله وإيش طموحك؟ مشروعي صراحة إني أطلع وراء التلفزيون قدام الناس أعرض وصفاتي هذا مشروعي مهم جدا يعني أحب أن أكون زي ما أنا للعالم وكذا عرفتي إن شاء الله بإذن الله مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل تجربة شخصية تدفع والد لي وأسس مجموعة التوحد يجمعنا موسيقى